هو اللعب الأساسي هو اللي بيلعب الأول طيب ما يمكن اللعب الأساسي يكون هو اللي نازل في الآخر هو اللي يخرج هو اللي داخل يعني انت لعبت في الأول الترتيب ملوش علاقة مين لعب أساسي مين لعب بديلي مفيش حاجة اسمها لعب بديلي لعب إن أنا مطلوب مني أن أحدث فارقا في الملعب الآن يبقى أنا لعب أساسي إذا أحدثت هذا الفارق بالضبط أضيف هي قيمة كده مش إن أنا أعاد على الخط يبقى أنا البديل طيب ما يمكن البديل هو اللي بيبتدي يرهيق لي تعارف في ألعاب القوة آه في المسافات الطويلة في يتضح بحد لا في واحد بيسموه الأرنب أيو الأرنب ده البطل بتاعك بتجيب له أرنب يجهد المنافسين آه يشدهم يجروا معاه عشان تاني يدخل وهو عارف إن الأرنب ده مش هيكسب واخد بالك لكن بيجهد لك الفرقة وده يجي في آخر لفة تبص ليه طالع زي السه والأرنب فتح له السك فمش بضرورة إن اللي بيتصدر في الأول هو الأساسي أيو ده اللي أنا عايز أقوله مش معنى كده إن اللعب اللي يلعب في الأول أنا بس أنا عايز أقضي على ثقافة أو مفهوم إن اللعب ديك ده بديل تبرم من الدك طيب إحنا مهتمين برصد أراء عماد متعب مع بعض عشان ترجمة نانسي قنقر